تحت الرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثانية والعشرين والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60% يتزايد إقبال المواطنين على شراء السلع الاستراتيجية في إطار مبادرات كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة في مرحلتها الثانية والعشرين التي انطلقت منتصف الشهر الجاري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير هذه السلع وغيرها بتخفيضات تصل إلى 60% أنا جيت لسوبر ماركت النهاردة أشتري طلبات لقيت فعلا الأسعار نزلت كويس جدا بتحارب الغلاء بتاع الأسعار والتجار اللي كان بيبيع الحاجة بطريقة غالية جدا دلوقتي لا الحمد لله حقيقة فرقة معنا كتير بالنسبة لأسعار برا لأن برا فيه استقلال حاصل جامد أو في السلع بالمقارنة بالمبادرة حقيقة مختلفة تماما فحقيقة مبادرة جميلة جدا ونشكر السبت الرئيس عليها بالنسبة لكل أي مستوى يعني سوى يقدر أو ما يقدرش كلنا واحد وأسرة واحدة وربنا يخلي السيس وفرة كبيرة في المعروض من السلع بكافة أنواعها في أفرع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة بكافة المحافظات يصل عددها إلى 993 فرعا موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وزارة الداخلية لم تكتفي بالسلاسل التجارية إنما امتد توفير السلع إلى الشوادر والسرادقات التي تم تجهيزها بكافة المحافظات بالتنصق مع كبار التجار والمواردين في أماكن تضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين بخاصة الأكثر احتياجا وهو ما يعكسه الإقبال الكبير من المواطنين على شراء احتياجاتهم من تلك الشوادر موسيقى الله العظيم مبادرة بعشرة على عشرة بصراحة أحلى حاجة أسعار مية 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 مفيش بعد كده إحنا كلما يستنين هفارغ الصبر المبادرة دي تلاقينا مبادرة جميلة جدا وتعيد الاتزان للسوق يعني هي المبادرة جميلة والأسعار جميلة وربنا يخلي الرئيس احنا بنحب جدا جدا سيد الرئيس كل سنة وهو طيب وربنا يسترع علي رب والله العظيم حاجات جميلة جدا 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 وتفرق في الأسعار فرقة جدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وشاركت الوزارة في مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثانية والعشرين منذ انطلاقها من خلال منظومة أمان المنتجات الغذائية بمنافزها المنتشر على مستوى الجمهورية الثابتة والمتحركة وبمنتجاتها ذات الجودة العالية وبتخفضات كبيرة تصل نسبتها إلى خمسين بالمئة موسيقى وقد وجهت الوزارة قوافل من السيارات محملة بالسلع الاستراتيجية إلى المناطق الأشد احتياجا في إطار المبادرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية قاتل تلك المناطق بصفة خاصة فعاليات مبادرة كلنا واحد تتواصل مع نجاحها في تحقيق أهدافها التي تسعى إليها الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل متغيرات إقليمية ودولية تتطلب تكاتف الجهود لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة إذا الحب دان مش بالساهل بس انت فعلا تستاهل وانت فعلا تستاهل أفضل البركات التلفزيون القصرية